حضرتك بتحب تكتب سيرة الدرامية اه طبعا بايه اللي اختلاف اللي دايما بتلاقيه في السيرة الدرامية يعني ايه اللي بيخليك تميل اكتر ليه السيرة الدرامية هي السيرة الدرامية سيرة لم يكتبها صاحبها وممكن ما يبقاش موجود خالص طبعا يعني في السيرة الدرامية لعكس السيرة الذاتية اللي بيمليها صاحبها سواء بيمليها على حد او هو بيكتبها بنفسه وانا خدت تجربة السيرة الذاتية مرتين مع اتنين من كبار الفنانين لطف لبيب وعبدالعزيز مخيون وعملت لهم كتابين وهم اللي أملوا سيرتهم إزاتية عليها السيرة الدرامية بقى لفنانين أنا ما حضرتهمش وما شفتهمش وأعتقد يعني كل الأجيال اللي موجودة دلوقتي ما شفتهمش زي نجيب الريحاني إسماعيل ياسين زينات صدقي ماري مونيب الناس دي وطبعا كانت فات الحمامة عصرتها وشفتها وقعدت معاها وتكلمت معاها لكن للأسف ما كملناش نحن نعمل سيرة ذاتية فعملت سيرة درامية وهي بيبقى فيها جزء درامي يعني السيرة الدرامية بتختلف عن السيرة الذاتية كمان بيبقى فيها جزء درامي أنا بضيفه من خلال خيالي بحيث أن أنا يعني طبعا ما بحرفش تاريخ ما باخدش حاجات ما حصلتش لكن ممكن أضيف بعض التفاصيل المتخيلة اللي هي ممكن تخدم شغلي أن في حوار معين يعني هي وقعة حصلت تتكلم مع حد طبعا أنا ما كنتش حاضر الحوار ده فممكن أتخيل الحوار اللي ضار بينها وبين عزي الدينز والفقار الحوار اللي ضار بينها وبين عمر الشريف أتخيل الحوار بس لكن الواقع حصلت وحصل كلام وتفاصيل بينها وبين عمر الشريف أو بينها وبين عزي أو بينها وبين والدها أو أخوتها أو أي حد في رحلتها الإنسانية والفنية فأنا ممكن الحوار ده هو بيبقى الجزء بتاعي إن أنا بضيفه أم 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 أم